مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقرر تجديد ولاية رجلة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام كامل القرار تميز بلغة قوية تدين استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أي كان المرتكب مع التأكيد على أن النظام يتصدر قائمة المتهمين كما وجسامة قرار طالب بوقف الانتهاكات وأكد على أهمية إنشاء آليات مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا والناجين الأسلحة الكيميائية كانت حاضرة أيضا إذ أدان القرار استعمالها مطالبا بوجوب محاسبة المسؤولين عن استخدامها واعتمد لغة إدانة قوية ضد ممارسات الإغفاء القصري لا سيبا من قبل النظام هي الجلسة التاسعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان وطلب المجلس من لجنة التحقيق أن تقدم تحديثا شفويا إلى المجلس في أثناء الحوار التفاعلية في دورته الخمسين وأن تقدم تقريرا خطيا محدثا خلال حوار تفاعليا في دورتي المجلس الحادي والخمسين والثانية والخمسين مسؤول قسم المناصرة والتواصل في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير داني البعاج أشار في منشور عبر صفحته في فيسبوك إلى دور المنظمات غير الحكومية في الدفع لاعتماد لغة قوية اللهجة لحماية حقوق اللاجئين ومنع الإعادة القصرية بالإضافة إلى تجديد اللغة الخاصة بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين قصرا القرار اعتمد بغالبية 23 صوتا ومعارضة 7 أصوات وامتناع 16 دولة عن التصويت واللافت ربما هو امتناع كافة الدول العربية الأعضاء في المجلس عن التصويت باستثناء قطر